السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحبا بكم عندنا في القناة شهيوه الضدار اليوم اغدى لكم قناة شهيوه واحد شهيوه هي عبارة على الحوت الحوت الابيض اليوم اجبنا مشينا للسوق وتقدينا حوته كبيره هذه الحوت اللي تقدينا اسميته سارقة ولا معرفش ماعرفش تلفاته اللي اسميه دياله دير بحل هكه اول رص دياله بحل هذي الحوت هذا ليحضرنا حوته كبيره ويضعناها قررناها بحلقه كيف تشوفوا معاك الذي يحدد الحوت زويل ذا بغا ديندوزوا معاكم وانشرملوا هاد الحوت غا دينشرمله وغا ديندوه في الفران وغا دينقلوا في الوان غا دينقلوا ان شاعله اشترنا الحوت ولكن هذا الحوت اجتني زبينا وبغيت تصمع معاكم شوفوا كيفاش كنشرملها بسم الله على وبركاته الله عندنا هناك حمضة معسرة عندنا حمضة معسرة عندنا العطرية هنا عندنا القز بروميدنوس عندنا التحميره عندنا الكامون عندنا تحميره حارة تحميره لفلة ميبسه ومطحونه حارة وعندنا الملح وعندنا تومه ثم اربعة ديال لوريوس سغورين بتحوني هذا الشي اللي كان في العطرية ونبذلنا شوية ديال الزيت باش نديروك شسر مولا بسم الله على بركة الله هذي اللي بدون هذي نجيبو العطرية العطرية سمحوا لنا على هاد صوير ما كيش في صور لنا نبذلنا العطرية ندفع لها شوية ديال الزيت ونضفع لها العطرية مخلطة في هاد كل شي فيها الملحة وفي هاد نجيرو الحامض الحامض ونخلطو كل شي هاد العطرية مزيان بحلاتك كاشر ملوقة بجونا هنا كين ملحة خلاط ريادة كلها مخلطة بحلاتك نخلط خالط مزيان ونضفع لها الملحة وشية هذي كعالك تجيبو الحوت الحوت كتشربلوه في هاد الشرمولا كيف كتشكو معنا الحوت مغسول مزيان مغسلنا كتشربلو القيط عقطع كتشربلوه مزيان هاد هكا هاد اما جيبو البابين بيادي لالزبدة قاعد الزبدة وتسرحوه في الطاوة ترشو الطاوة ترشو هاداك القاعد بش بيادي لالزيت و لا تديروه ديركت في الطاوة ما تحتاجوش لك القاعد ترشو الطاوة بالزيت مزيان وتستفوه في الطاوة و تخلوه لفرن مرة 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 هاد ستقليه ستتجلuchar اثبت ان object معي ست ضرش ان гл او كيف كتشكو معي ستتجل ب root سوف نضغره في دقيق لنضغره في دقيق سوف نضغره في طبق تقديم شكرا لكم سوف نضغره في زيت شكرا لنا زيت اللي فيه كيف يجيز بينا كيف جانا انتما زبين والديد والله يسمح لنا كل محمى وبحبابكم تنتمنى انكم تجربوا تنتمنى انكم تجربوا طريقة سهلة وسريعة تنتمنى انكم تدخلوا القناة وتروا لي لايك ولا ابوني ابوني بنسمى الناس الجدود وتنتمنى انكم تبركوا على زر ديال الجارس بش يوصلكم كل جديد ان شاء الله وان شاء الله الى وصفة اخرى ان شاء الله وشكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة